بريق سيء هذه تصفيات نهائية احنا شفنا اليوم نتائج استراليا احد اكبر المنتقبات في اسيا تخسر على ارضها من منتقب البحرين الشقيق ليس تقلينا من منتقب البحرين لكن تتكلم عن التصنيف اليوم بطل اسيا منتقب الشقيق قطر يخسر بالثلاثة على ارضها من منتقب الشقيق الامارات اقل تصنيف اليوم نشوف فلسطين تتعادل مع كوريا يعني هذه نتائج تعطيك انطباع انه كل المبارات ستكون صعبة المنتقبات الاسيون متطورة المنتقب الاندونيسي عند 12 لاعب يلعب في اوروبا منتقب جارانا واحرجنا في فترات المبارات هذا ليس بعذر لكن احنا نستشعر حجم مسئولية كبيرة اللاعبين يعرفون ايضا حجم مسئولية المبارات انتهت اضعنا ضربة جزاء كل اللاعبين كبار دولين اضعوا ضربات جزاء هذه امر يحدث في كرة القدم اضعنا عدة فرص هذه بإذن الله تكون لقاح التههل وانشاء الله بإذن الله نشوف النتائج المبارات القادمة تكون افضل ومستويات افضل ترضي ان شاء الله الجمهور السعودي منشيني مدرب كبير مدرب حقق بطولة اليورو مع منتقب ايطاليا مدرب حقق منجزات مع اندية مدرب يعمل بشكل كبير جدا ويرغب في تحقيق نتائج خسرنا من كوريا الجنوبية بضربات ترجيح كنا متقدمين بآخر دقيقة تعادلوا بدون شك انه ايضا الان اكمل سنة اصبح يعرف اكثر تفاصيل الكرة السعودية يعرف الاشياء اللي يحتاج انه يعملها في المنتخب انا واثق ثقة كبيرة في المدرب في اللاعبين ان شاء الله يعني واحد من اغرب التبريرات اللي انا شفتها في مسيرتي الاعلامية ما يقول شوفوا الناس الاخ ياسر المسحى الرئيس الاتحاد السعودي ما يقول شوفوا فلان نجح نبان نجح زيها يقول لا شوفوا هدولي طرف شلو زينا طرف موحنا بس اللي فاشلين اشتركوا في القناة